بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أعراض الجلطة الدماغية وكيفية تشخيصها مبكرا تعد أعراض الجلطة الدماغية من أكثر الأعراض التي تتطور بشكل سريع فقد لا تستغرق أكثر من ساعات والأعراض كلها تكون سريعة ينتبه إليها الشخص بشكل فوري وفور تعروض الشخص لها لابد من الذهاب للمستشفى حتى يتلقى العلاج المناسب يعاني مريض الجلطة الدماغية من ثقل في الكلام وبطء في الفهم والاستيعاب ومن يتحدث معه يجد هذا واضحا جليا يبدأ مريض الجلطة في الشعور بتنميل وتخدير في الأطراف يتطور الأمر سريعا ليشعر بعدم القدرة على تحريك أطرافه فضلا عن شعور بعدم القدرة على تحريك الشفات من أجل الكلام أو الابتسام فهو يجد أن شفتاه مهدلتين يجد مريض الجلطة الدماغية أنه لا يستطيع رؤية بشكل جيد فهو يعاني من تشديد في الرؤية والبعض يصل الأمر بهم إلى حد الإعتام في الرؤية يشعر بعدم القدرة على الاتزان فضلا عن شعور بالدوار والدوخة ومن ثم لا يقدر على المشي هذا إلى جانب شعور بصداع شديد لا يحتمل خطوات لمعرفة مريض الجلطة الدماغية العديد من الأمراض تتشابه مع أعراض الجلطة الدماغية وبالتالي إذا توجدت مع شخص وظننت أنه مصاب بجلطة دماغية عليك القيام بهذه الخطوات للتأكد والإسراع في علاجه عليك أن تطلب من المريض أن يبتسام فإن لم يستطع الابتسام من جهتي فمه فألم أنه قد يكون مصاب بالجلطة الدماغية أطلب منه رفع ذراعيه فمريض الجلطة الدماغية لا يستطيع رفع ذراعيه أو إحداهما قد تسقط منه يده ولا يستطيع حفظها مرفوعة أطلب من مريض الجلطة الدماغية أن يقوم بإعادة جملة قالها وستلاحظ أنه يتحدث ببطئه أو أنه يتمتم بكلمات غير مفهومة إذا تواجدت هذه الأعراض على شخص ما فاتجه به مسرعا لأقرب مستشفى حتى يستطيع تلقي العلاج بأسرع وقت ممكن فمضاعفات الجلطة الدماغية وخيمة للغاية أسئلة شائعة كم تستمر أعراض الجلطة الدماغية قبل حدوثها؟ تختفي الأعراض المتعلقة بالجلطة الدماغية في غضون ساعة ولكن من الممكن أن تستمر حتى قرابة الأربعة والعشرين ساعة ويجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت كونها تعمل على منع تدفوق الدم بشكل كبير إلى بعض مناطق المخ هل تظهر الجلطة في تحليل الدم؟ تتضمن الإختبارات التي يتم استخدامها في تشخيص عملية التخسر الوريدي العميق أو استبعاده على تحليل للدم وذلك حتى يتم اكتشاف منسوب دي دايمار وهو نوع من البروتينات يتم إنتاجه من الجسم بشكل تلقائي عند حدوث أي جلطات دموية وتكون مستويات تلك المادة في الدم مرتفعة عند أغلب المصابين بالتخسر الوريدي العميق إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر